مع بدء العام الدراسي الجديد تضاعفت أسعار مستلزمات المدارس في حضر موت عن السنة الماضية لأضعاف السعر ما يكسر ظهر الأهالي وتفاقم معاناتهم في كيفية تدبير الأغراض المدرسية لأبنائهم وخاصة في ظل غلاء الأسعار والأوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشها المواطن تفاصيل أكثر في سياق التقرير التالي ركود في الشراء وغلاء في الأسعار مع بدء العام الدراسي الجديد حيث تجدد كل عام هم الأسر في محافظة حضر موت لتأمين مستلزمات عودة أبنائهم إلى المدارس في موضوع هذا العام فكانت الحركة هذا العام دنيئة جدا بما مرت قبلها من الأعوام لعدة أسباب منها ارتفاع الصرف وقلة رواتب الموظفين وهذا الذي انقلب عكسا على المواطنين وأدى إلى تدهور الأسواق في جولة على محلات القرطاسية وتجهيز المدارس في مدينة الشحر بدأت الأسعار مواكبة لموجة الغلاء العامة التي طالت أسعار معظم السلع وتثقل كاهل أي عائلة سترسل أبنائها للمدرسة إذ تستحم الأسواق نوعا ما إلا أن هذا الازدحام لا يعكس حقيقة الوضع الاقتصادي لهؤلاء والذين أرهقتهم ارتفاع الأسعار والغلاء الفاحش بشكل مضاعف عما كان عليه في العام السابق وجعل الغلاء معظمهم يتسوقون ولا يشترون إلا القليل والضروري طبعا الأسعار العام هذه كثير مرتفعة وما قدروا بعض الطلابين وبعض أولياء الأمور سيشترون بعض المستلزمات لهذا نطلب من الجهات المعنية وبعض التجار مراعاتهم لطروف أولياء الأمور والطلبة والتخفيض بعض الأسعار ولو بليسير يعني والرضا بالربح ليسير حتى يتمكن معظم أولياء الأمور والطلبة من شراء مستلزماتهم بسهولة ويسر فهكذا هو الحال أصبح لا حال فيه قلة في الشراء وزيادة في الأسعار وانتظار للحقائب المدعومة نهيك عن عزوف بعض الأسر بعدم ذهاب أبنائهم إلى المدارس فكيف سيصبح العلم نور؟ ترجمة نانسي قنقر